حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحريث عن عبد المطلب بن ربيعة قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لنخرج فنرى قريشا تحدثوا فإذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه ثم قال والله لا يدخل قلب أمري إيمان حتى يحبكم لله عز وجل ولقرابتي حسين بن محمد حدثنا يزيد يعني ابن عطاء عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن الحريث بن نوفال حدثني عبد المطلب بن ربيعة بن الحريث بن عبد المطلب قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال له ما يغدبك قال يا رسول الله ما لنا والقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة وإذا لقونا لقونا بغير ذلك فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه وحتى استدر عرق بين عينيه وكان إذا غضب استدراف لما سري عنه قال والذي نفس بيده أو قال والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله عز وجل ولرسوله ثم قال يا أيها الناس من آذى العباس فقد آذاني إنما عم الرجل صنوا به حثنا حسين بن محمد حدثنا يزيد بن عطاء عن يزيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد المطلبي بن ربعتا بن الحارث بن عبد المطلبي قال أتناس من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن لنسمع من قومك حتى يقول القائل منهم إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في كباء قال حسين الكباء الكناسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أيها الناس من أنا قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلبي قال فما سمعناه قط ينتمي قبله ألا إن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه ثم فرقهم فرقتين فجعلني فجعلني من خير الفرقتين ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيوتا وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبن المبارك عن يونس عن الزهري عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد المطلبي بن ربعتا بن الحارث أنه هو والفضل أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزوجهما ويستعملهما على الصدقة فيصيباني من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمحمية الزبيدي زوج الفضل وقال لنوفل بن الحارث بن عبد المطلبي زوج عبد المطلبي بن ربيعة وقال لمحمية بن جزء الزبيدي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله على الأخماس فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق عنهما عنهما من الخمس شيئا لم يسمه عبد الله بن الحارث وفي أول هذا الحديث أن علي لقيهما فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعملكما فقال هذا حسدك فقال أنا أبو حسن القوم لا أبرح حتى أنظر ما يرد عليكما فلما كلمه سكت فجعلت زينب تلوح بثوبها أنه في حاجتكما حسنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن صالح عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلبي أخبره أن عبد المطلبي بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبي أخبره أنه اجتمع ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلبي فقال والله لو بعثنا هذين الغلمين فقال لي وللفضل ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما على هذه الصدقات فأدي ما يؤدي الناس وأصاب ما يصيب الناس من المنفعة فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فقال ماذا تريدان فأخبراه بالذي أرادا فقال فلا تفعل فوالله ما هو بفاعل فقال لما تصنع هذا فما هذا منك منك إلا نفس علينا لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلتصهره فما نفسنا ذلك عليك قال فقال أنا أبو حسى أرسلوهما ثم اتجع قال فلما صلى الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى مر بنا فأخذ بأيدينا ثم قال أخرج ما تصررني ودخل فدخلنا معه وهو حينئذ في بيت زينب بنت جحش قال فكلمناه فقلنا يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه إلى سقف البيت حتى أردنا أن نكلمه قال فأشرت إلينا زينب من وراء حجابها كأنها تنهان عن كلامه وأقبل فقال ألا أن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس أدعو لمحمية بن جزء وكان على العشري وأبا سفيان بن الحريث فأتيا فقال لمحمية أصدق عنهما من الخموس حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا الزهري عن محمد بن عبد الله بن الحريث بن نوفال عن عبد المطالبي بن ربيعة بن الحريث قال اجتمع العباس بن عبد المطالبي وابن ربيعة بن الحريث في المسجد فذكر الحديث